للوقوف على هذه التطورات العسكرية ينضم إلينا في الستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد دكتور صالح المعايثة اللواء صالح أهلا بك مرة أخرى إلى سكاي نيوز عربية يعني نبدأ بما قاله وزير الدفاع السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة بدء المرحلة التالية وأيضا اقترابنا من تدمير البنية التحتية للحركة في شمال القطاع كيف تقيم ما تحدث عن وزير الدفاع في اليوم الواحد وأربعين من هذا التصعيد تماما يقول بعد واحد واربعين من القتال اقتربنا ودعني ألخص القدرات الإسرائيلية بعجالة بعد واحد واربعين إسرائيل حشدت ثلاثمائة وخمسين ألف حشدت ألف دبابي وأكثر من ألفين مدرعة طائرات مسيرة وطائرات قتال وطائرات مروحية ودخلت من أربع مقتربات ولا غاية الآن نريد أن نسأل الناتقى وزير الدفاع أين هي الإنجازات يقول اقتربنا ما هي قدرات حماس هل هي قدرات قتالية بقوات نظامية خلينا نشوف ماذا عمل حقيقة لم يحقق هو صياغة الخبر له بعد نفس سايكولوجي للداخل الإسرائيلي لأنه آخر استطلاعات الرأي قبل قليل الثقة بالجيش الإسرائيلي انخفضت وهذا مؤشر خطير أيضا نربط هذا الكلام بالبعد الاستخباري الإسرائيلي إسرائيل تمتلك ثلاث أجهزة من أقوى أجهزة العالم الموساد المخابرات الخارجية والشاباك الشينبيت وهي جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات العسكرية أو شعبة الاستخبارات العسكرية المرتبطة برئيس الأركان وهي تحضر الاجتماعات مجلس الأمن المسغر هذه الأجهزة الثلاثة لو سألنا وزير الدفاع ماذا حققت الإسرائيل على المستوى الاستراتيجي عندما تكلم المستوى الاستراتيجي أو الاستخبارات على المستوى الاستراتيجي يعني الدولة، رئيس الدولة، الوزراء ماذا حققوا منها؟ أيضا ماذا حققت على المستوى العملياتي؟ ماذا حققت على المستوى التكتيكي داخل الإدارة؟ هل هذه الأجهزة الثلاثة بقوتها وقدراتها؟ وألف دبابة لم تحد من إدارة المعركة الاشتباك وإدارة الاشتباك لا زال بيد قوات المقاومة سنعود لهذه النقطة تحديداً عامل الاستخباراتي خاصة ما يتعلق بمستشفى الشفاء والعودة مرة أخرى والتخبط في هذه المعلومات الاستخباراتية والعمل العسكري في محيطه واقتحامه لكن في المقابل قبل أن ننتقل لهذه النقطة ما الذي حققته إذن حماس بحسب المعطيات لواء صالح بالنظر إلى أن إسرائيل لم تحقق كما أشرت قبل قليل يعني المراد بالنظر إلى القوة العسكرية والاستخباراتية التي تمتلكها ماذا حققت حماس إذن؟ شكراً اللي أنت حكيت لماذا حققت حماس؟ إسرائيل باعتراف إسرائيل حققت حماس أنها دمرت أكثر 160 دبابة ومدرعة وآلية ومنجزرة إذا خذناها بلغة الأرقام هذا الرقم 160 يعني معدات لواء أو ثلاث كتائب لا تصل إلى هذا الرقم من الآليات هذا والصور تثبت بالمناطق المدمرة بالشوارع موجودة تدمير وإعطاب وستدامة إسرائيل اعترفت حتى بعد التوغل البري بدت بثلاث قتلة وبعشر قتلة اليوم اعترفت أنه 53 قتيل بين ضابط وجندي وقائد شرية ونائب قائد شرية هذه المعطيات 350 رقم لإسرائيل لم تخسره في بعض المعارك بعد الفشل الاستخباراتي في السابع من أكتوبر مرة أخرى ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية حول مستشفى الشفاء من الناحي العسكرية يعتبر فشل استخباراتي جديد رغبة في التراجع الدخول اقتحام أقسام ثم العودة إحاطة هذا المستشفى ثم اقتحامه مرة أخرى ما الذي يحدث ماذا وراء هذا التخبط حول مستشفى الشفاء أعتقد ما عرضوا الجيش الإسرائيلي من أنه حصل على معدات وعلى كمبيوتر وعلى أجزة وعلى بطنيات وبعد عرضها على شاشات التلفزيون أدرك أنه لم يقنع حتى الكي جي ون والكي جي كتو ولا الداخل الإسرائيلي بدأ منسوب الغضب والسخط لا زال الآن يتحدث عن انتشال جثة من مبنى قرب مستشفى الشفاء بغزة أيضا نعم لهذا السبب أعاد الكرة لعله يجد شيء لأن هناك أيضا عامل ضغط على القيادة العسكرية الإسرائيلية أن الاستخبارات الأمريكية تقول له أن هناك معلومات مؤكدة أنه فيه something under the ground تحت الأرض لهذا السبب لجأوا قسم قسم طابق طابق مبنى مبنى ولا أعتقد أنا كمتابع ومحلل عسكري أن هناك قيادات لحماس أو مقاتلين موجودين لجأة أتى بيت الأبيض اليوم لواء صالح ليقول أن بالفعل المعلومات الاستخباراتية الأمريكية أيضا دقيقة هناك تواجد لحماس استخدام لهذا المستشفى كيف تقرأ الأمر من الناحية العسكرية وأيضا استخباراتية أقرأ الأمر أحيانا ما يسمى الدميلود الصور وبعض الأهداف توضع على شكل وهمي توضع مرات لغايات أن تخدع أجزة الاستخبارات وأجزة التصوير والأقمار الصناعية وعندما تلتقط هذه المعلومات من الأقمار الصناعية تلتقط كصور كمشبهات كهياكل تشبه مكاتب تشبه كذا أسلع معدات ولذلك لما تم تقييمها بالاستخبارات الأمريكية أرسلت على أنها استخبارات وهنا علينا أن نفرق بين الاستخبارات والمعلومات قد ترد معلومات كثيرة لإسرائيل لأنه هناك وأنه هناك لكن المعلومات هي مادة خام ولا تقدم ولا تؤخر لكن إذا حولت لاستخبارات هي استخبارات التي يتم استخدامها وإرسالها للوحدات للتنفيذ وما يرسل للوحدات الإسرائيل التي تقوم باقتحام المستشوى بين الفينة والأخرى هي معلومات مضلرة وليس استخبارات مؤكدة هناك استخبارات مؤكدة هناك معلومات تضليلي وخداع من مصادر المعلومات المفتوحة وغير المفتوحة وهذا ما يعاني منه الجيش الإسرائيل لغاية الآن لم يحدد مدخل نفق واحد لأنه لكون نفق عشرات المداخل وعشرات المخارج لكن نتحدث اليوم الجيش عن بدء المرحلة التالية ماذا يقصد بذلك باختصار حتى نستغل الدقائق الثلاثة التي لدينا ونتحدث عن تدمير البنية التحتية جزء من هذه أو اقترابه من تدمير هذه البنية وهو لم يصل إلى نفق وفي ظل هذه الشبكة الكبيرة من الأنفاق ما الذي يحاول الجيش أن يسوق لها صحة التعبير سؤال جيد الجيش الإسرائيلي أو الإعلام الإسرائيلي أو الإداعات الإسرائيلية والتلفزيون الإسرائيلي نتكلم عن صياغة الخبر يمر في مراحل كثيرة حتى يمر على خبراء وعلم نفس حتى يجد قبول لدى المتلقي صياغة الأخبار هذه لها بعض سايكولوجي ونفسي وهذا لما نقول سنبدأ المرحلة الثالثة هو لم يأتي بجديد عند إعلان القيادة السياسية أن أهدافها الأولى هي تفريغ شمال الغزة من السكان وتحقق وتم تهجير ما يقارب 2 مليون نسمة إلى الجنوب وقال نريد القضاء على حماس لم يتحقق ولم يقدم للشارع الإسرائيلي شيء أنه ماذا قد أسرى قيادات تحت الأرض مواقع استصال لم يرد ولم يدخلوا نفقا لا بقنابل زلزالية ولا بقنابل اسفنجية ولا بعوامل أخرى دليل لم يجد شيء كل رمايتهم سطحية فوق الأرض لماذا يدلل بالك صعوبة الوصول أم قلة الإمكانيات أم ماذا إسرائيل لا تعاني من قلة الإمكانيات التدميرية ولا الأسلحة والمعدات يتم تعويضها وهذا لا تبالي النقطة الضاغطة عليها هو الشارع الإسرائيلي والخسائر وقتل الجنود وقتل الضباط افتقار للمعلومات الدقيقة والله لو تعلم من أين يبدأ وينتهى النفق لا دخلته خلال 48 ساعة في آخر 30 ثانية تقارير وتصاريح في إسرائيل تتحدث عن توجس في الداخل الإسرائيلي رغبة كبيرة في امتلاك الأسلحة الخفيفة كيف يقرأ هذا الأمر 30 ثانية لواء صالح للمشاهد المجتمع الإسرائيلي مركب من تعقيدات من يهود شرقيين ويهود غربيين من مهاجرين من استوطنيين وهناك عقد يعني تصور عقد بين المستوطنين والدولة نأتي إلى إسرائيل مقابل تأمين الحماية لنا في المستوطنات المستوطن إذا فقد الحماية سيرجأ هو للدفاع عن نفسه واليوم ربع مليون مواطن إسرائيلي تقدموا بطلب اقتناء السناع وتم صرف إلى أكثر من 22 ألف هذا مؤشر أن هناك تصدع في الجبهة الداخلية الإسرائيل وعندما أتكلم عن التصدع الأفقي والعمودي في الجبهة الداخلية مكونات المجتمع هو خطر على القيادة السياسية وخطر على القيادة العسكري للتدعي أنها مجتمع متجانس إسرائيل غير متجانس أشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي لواء متقاعد دكتور صالح المعيطة شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة والتحليل العسكري شكرا